لكن هرجع اقول تاني انا عاجبني الروتيشن جدا اللي عمله كولر بين اللعيبة لان انت تاني في فترة ضغط مباريات وخاصة انت بتتكلم من الاهلي هنا مشارك في اكتر من بطولة انت عندك دلوقتي اللي انا عدتهم عندك كمان في فترة التوقف الدولي اللي احنا داخلين عليها وعندنا لعيبة كمان دولية كتيرة جدا حيلعبوا مع منتخباتهم في مصر او منتخبات طبعا الشقيقة الاخرى وحيرجعوا بعد كده يكملوا الدوري بعد كده هتدخل في محال الدوري المجموعات بعد كده الدوري ابطال افريقيا وماتش طبعا مع مدياما الغاني بعد كده عندك يونج افريكنز التنزاني بعد كده عندك شباب لوزداد لو انا مش ناسي الجزائري بعد كده عندك يعني كل ده كمان وراء بعضه فاقل من شهر كل اللي انا بقوله حضراتكم ده فاقل من شهر ده غير طبعا منافسات كاس العالم للاندية هتكون قبل نهاية عشرين ثلاثة وعشرين يعني انت فكرة الروتيشن اللي بتتم حاليا من كولر دي وقتها دي وقتها والنهار ده انت بتتكلم كمان في الموضوع ده علشان ما يكونش بعد كده متفاجئ مثلا بيبقى فيه غياب لاعب او اتنين زي ما حصل لو حضراتكم فاقرين مع موسيماني وقت موسيماني احنا كنا بنقول اه احنا عندنا سكواد يعني ولا اروع والسكواد ده كل ما بينزل وطرق اللعب المعتادة كانت بتاعة موسيماني كنا بنضمن الفوز بشكل كبير جدا لكن القصة لا تقص بهذا الشكل لان وقت لما حصل غيابات واصابات احنا وكانش عندنا بديل لأي لعب اساسي موجود ودي كانت مشكلة كبيرة حالين هنرجع نقول تاني ردينا او مردناش شفنا بقى ان التبديلات دي غلط او مش غلط الراجل ده جاي مارسل كولر علشان يقدي مهمة معينة وهو المسؤول عن الاسكواد وهو المسؤول عن التشكيل فمفيش حاجة السبع ان احنا نقض ننظر بالشكل اللي انا شفت مبارح بجد كانت حاجة غريبة يعني وطبعا واشخاص وزملاء قيمة كبيرة واقامة كبيرة جدا الواحد كان برضو شوية من حبه للنادي الاهلي متدايق بس برضو الكلام ما كانش منطقي ما انا ممكن اتدايق عشان بيحب النادي الاهلي بس برضو الكلام مش منطقي انت طالع تقول ايه التغييرات ويثبت على تشكيل ويثبت على لعيبة واللعب ده وده المركز بتاعه الاساسي فيش حاجة اسمها كده اصلا يعني على كل حال انت عندك تاني حرجع اقول موسم مضغول بشكل غير طبيعي كل اسبوع عندك تحدي جديد مطلوب من الفريق اصلا ان انت النتائج بتاعتك تبقى ايجابية حصد البطولات كلها اللي انا رسطتها لحضراتك وغيرها فلازم لازم ندي او لازم عندنا ثقة اكبر من كده وانا هنا مش بخطب جماهير النادي الاهلي بالمناسبة لانهم عارفين الكلام ده لازم عندنا ثقة اكبر في مارسل كولر